اجتمع عشاق الحيوانات الاليفة اليابانية في توكيو لحضور حفل تقليدي لكن هذه المرة يتم الاحتفال بطريقة غير عادية عادة ما يكون حفل الابناء الياباني وسيلة للاباء للاحتفال بنمو اطفالهم ويتمنون لهم الصحة والحظ السعيد في المستقبل وترتدي العائلات زي كومونو التراثي اثناء الاحتفال ولكن مع تغير العائلات اليابانية واستمرار تقلص عدد الاطفال يستضيف احد المهرجانات في توكيو احتفالا لنوع غير عادي من الحيوانات الاليفة هو الكلب الالي انا سعيدة للغاية لانني تمكنت من الحضور والاحتفال بمراسم المهرجان والتي استمرت ثلاث سنوات هنا امل ان يبقى هذا الصغير بصحة جيدة بالنسبة للعديد من مالك الريبوت الذين يحضرون الحفلة اصبحت الريبوتات بحجم قطة منزلية تقريبا جزءا من العائلة بالنسبة للاخرين وتعتبر الريبوتات استجابة عملية للقيود الصارمة التي يفرضها العديد من الملاك اليابانيين على ملكية الحيوانات الاليفة احب الكلاب واردت الحصول على واحد لكن شقتنا لا تسمح بالحيوانات الاليفة لذا اعتقدت ان هذا قد يكون امرا جيدا اثبت الريبوت ايضا انه خيار عملي لبعض العائلات بسبب حاجة الحيوانات الاليفة للعناية المتواصلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة